السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة الحقيقة تكلمنا عن الموت وتكلمنا عن نعيم القبر وعذاب والأسباب المنجية من عذاب القبر لكن تخيلوا حضراتكم حولكم حاجة غريبة جدا النهاردة أن في ناس ماتت وبعد ما ماتت ربنا رجعها للدنيا مرة تانية هل ممكن حد يصدق الكلام ده حصلت والله وحصلت في أحداث عجيبة جدا هحكيها لكم النهاردة ولذلك عنوان حلقة النهاردة عادوا بعد الموت أن إنسان يموت وربنا يقدر أنه يموت وبعد ما يموت ربنا يقدر أنه يرجعها مرة تانية تعال نشوف أمثلة عجيبة جدا ونبدأ بالمثال الأول بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المثال الأولاني أحياء بعض الناس من بني إسرائيل ربنا أحياهم بعد موتهم قال جل وعلا لما الناس من بني إسرائيل بيقول بقى عنهم وإذ كلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا مش هنؤمن لك يا موسى عليه السلام لحد ما تخلينا نشوف ربنا كده قدام عينينا فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم وثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني ممكن ما يكونش أحياهم في ساعتها ممكن يكون أحياهم بعدها بأسبوع بيومين ثلاثة بشهر ما فيش مشكلة لأنه ثم تفيد التعقيب مع التراخي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون إنما في وقفة عايزين نقافها هنا هي قول المولى عز وجل فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون تنظرون على إيه إذا كان هم كلهم هتاخدهم الصائقة فهي موتوا كلهم هينظروا لإيه فقال أحد السلف تفسير في غاية الروعة قال إن ربنا سبحانه وتعالى أخي جعل الصائقة تاخد نصهم والنص التاني بينظر وبيشوف وبعد ما عدت الفترة اللي هم ماتوا فيها أحياهم الله عز وجل فرقوا النص في التاني وهم بتأخذهم الصائقة ثم يموتون يبقى النص الأولان يتفرج على النص التاني هو بيموت ثم لما أحيا الله عز وجل النص اللي مات دوة خلنا النص الأولان يموت والنص التاني بيتفرج عليه يبقى وأنتم تنظرون ده كان أول مثال عجيب جدا من ناس ربنا سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم لتكون آية وعبرة لكل إنسان في الدنيا ينكر إن المولى عز وجل قدرته لا تحدها حدود ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أي حسابه الإنسان ألا نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة ده فاكر إيه فاكر إن إحنا مش نقدر نجمع عظامة جديد ونخلقك مرة تانية ونقيد خلقك مرة تانية ده بصمات صواب حضرتك ربنا هي رجع عليك زي ما هي بلا نقصان ولا زيادة ولا تحريف ولا تبديل تشوف بقى كل مئة سنة بيبقى كم مليار واحد عشرين في الدنيا يعني سبحانك يا رب الحد يوم الأيام أعداد لا تختر على قلب واشر كل المليارات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى هيرجع بصمة الصابع لكل واحد منهم زي ما كانت يوم ما مات بفضل الله سبحانه وتعالى يا ده المثال الأولاني الناس اللي من بني إسرائيل اللي قالوا لسيدنا موسى عليه السلام لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم ما قالش من بعد إغمائكم وإنما قال من بعد موتكم فدل ذلك على أنهم فعلا ماتوا يا جماعة وربنا أرسلهم مرة تانية أو بعثهم مرة تانية علشان يشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الحياة ونعمة العودة للحياة ونعمة الإمهال ومدام رجعهم مرة تانية يبقى معناها بديكم فرصة أن انتم تتوبوا سبحان الله ربنا بيقول في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترقت فيقال له كلا إنها كلمة هو أقائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون ربنا أدهم الإمهال مرة تانية أديني بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وشكر النعمة يكونوا بالقلب باعتراف الإنسان بنعم ربنا ويكونوا بالجوارح بأن الجوارح دي تشتغل في طاعة ربنا ويكونوا باللسان وأما بنعمة ربك فحدث ذا المثال الأولاني المثال التاني رجل في باني إسرائيل على عهد سيدنا موسى أيضا عليه الصلاة والسلام لما واحد اتقتل كان منه اللي اتلوا كان ابن عمه فلما اتقتل ابن عمه قتله وعشان يلقي التهم على عيلة تانية رح واخد القتيل ورح رمي قدام باب ناس تانية وخلهم يتهموا ظلما وزورا وماذا قتل العيلة دي تقول أو القابلة دي تقول والله احنا ما قتلناهوش والتاني يقول لا ده أنتم اللي قتلتوه وده يقول لهم ما ده قتلتوه قال جل وعلا وائذ قتلتم نفسا فالدارقتم فيها ادارقتم يعني كل واحد يضرأ عن نفسه التهمة تقول انت اللي قتلتم تقول لا انت اللي قتلت هي دي فالدارقتم فيها واللهم اخرجوا ما كنتم تكتمون ربنا هيظهر اللي انتوا بتكتموا ده كله ربنا هيظهروا بكل ما فيه بفضل الله سبحانه وتعالى فأمرهم أن يذبحوا بقرة تعنتوا فربنا سبحانه وتعالى يعني شق عليهم بادونتوا بتتعنتوا رأينا سيدنا موسى بيقولوا ويذبحوا بقرة طب ما هي وبعدين ما لونه وبعدين مشافية يا سيدي ده ربنا بيلكم بأي بقرة فلما شقوا على انفسهم شق الله عليهم فما وجدوا تلك البقرة بتلك المواصفات إلا عند غلام كان يعيشوا يتيما وكان لا يملكوا من الدنيا إلا البقرة ديت وكانت أمه بتقوله حافظ على البقرة دي ابني دي مصدر رزقه ورزقه فلما عارف أن هم مطلوب منهم من هم ياخدوا البقرة بالمواصفات ديت علشان ربنا أمرهم من هم يتباحوا البقرة دي وياخدوا جزء من جسمها بعد ما يتباحوها ويضربوا بالجزء الميت دوت يضربوا بيه الرجل اللي اتقتل فربنا هيمتق الرجل اللي اتقتل ويقوم يقول مين اللي اتلني فعرف أن البقرة دي مصدوبة عندهم قال لهم لا أبيعوها إلا بوزن جلدها يعني بملء جلدها ذهبا يعني هنتباحها كده ونسلخها ونشوف الجلد ده كده يتملي ذهب قدي قوم لها لذهب فملوها له ذهب وكان هذا ثوابا كان هذا ثواب لهذا الشاب لأنه كان برا بأبيه اللي مات وكان برا بأمه اللي كانت تعيش فقالت له هذا جزاء البر يا ولدي أنه انت برتني وبررت أبوك فربنا أكرمك وعوضك في حتة البقرة دي أنه يطلبها بني إسرائيل لأنه مطلوب منهم اظهار قضية معاناة فحطوا في الجلد كله دهب علشان ياخدوا البقرة دي البقرة ودبحوها وبعد ما دبحوها خدوا جزء كده من الفخذ وبعدين مسكوا الجزء الميت دوت وسيدنا مساء لهم اضربوا بقى بالجزء دوت اضربوا بي الميت فضربوا بي ضربوا ميت بميت فأحيى الله الميت قال قتلني فلان ابن عمي ثم عاد ومات مرة أخرى يبقى إذن دي كانت آية عظيمة جدا رجل اتقتل خلاص ومات خلاص وبعد ذلك أحياه الله عز وجل بهذه الطريقة العجيبة انه يتبح بقرة وبجزء من الميت يضرب به الميت فيحيى بإذن الله ويخبر مين اللي قتله عشان يفضل خصام بقى والإنسان المظلوم يبعد عنه الظلم والإنسان اللي الظالم ياخد نصيبه وحقه وجزاءه في الدنيا قال جل وعلا فكنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون يعني كما أحياه الله عز وجل هذا الميت بجزء من ميت ضربة في ميت فالله عز وجل قادر على أن يحييكم مرة أخرى يوم القيامة ويجازيكم على أعمالكم المثال التالت هو قصة عزير حينما مر على القرية التي خربها بخت نصر الذي خرب القرية وقتل أهلها وهدم جدرانها وبنيانها وقضى على الأخضر واليابس فمر عليها العزير قال جل وعلا في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها بص كده للقرية لا قرية خاوية على عرشها الناس ماتت والدواب ماتت واللسقف وقت والجدران تهدمت والبنيان كله وقع على الأرض فقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فربنا اداله أي عجيبة جدا فأماته الله فأل التعقيب والسرعة بمجرد مقال أنا يعني كيف إزاي أنا يحيي هذه الله بعد موتها فزعتها مواشرة فأماته الله مئة عام مئة سنة ثم بعث ثم تفيد التعقيب ومطبع التراخي ثم بعث قال كم لبثت ها أعدت قد إيه في النومة أو الموتة اللي أنت كنت فيها ديت فبص كده فهو لما كان ربنا سبحانه الله تعالى قبض روحه كان الكلام ده كان فيه بداية النهار يعني مثلا نقول بعد الظهر فلما رد عليه روحه بعد مئة سنة رد روحه عند غروب الشمس فنظر إلى شمس فلاقى شمس غربت فقال له لبث يوما أو بعض يوم يعني بل بعض يوم يلي لأن عايز يقول له أنا مت صبحه وإيه وإنت بعستين المغرب خبالك قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنع سبحانك يا رب الوجبة اللي كان حطتها قدامه وكان لسه هيكلها ومجهزها وبعدين بص كده شاف القرية ديت كده بالمنظر ده وقال كلمته ديت الوجبة دي زي ما هي سخنة زي ما هي والموية زي ما هي الماء لم يأسن ولم يتغير والأكل ما تغيرش ولا تعفن ولا تحلل ولا جت علي أي حشرات زي ما هو بالملي كأنه نفسه معمولي الآن لم يتغير قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنع وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس الحمار بتاعه عزكم الله كان خلاص بقى كان الحمار تحول إلى هيكل عظمي وخلاص كده بقى كمان عمل دايب كده زي التراب فنظر إلى حماري حماري فإذا بالحق سبحانه وتعالى بقدرته التي لها تحده حدود يأمر الملك يخلي عظام الحمار تتكون فأصبح الحمار هيكل عظمي كده واقف على رجلين بعين فجأة بدأ يكسب اللحم والشعر والأعصاب والجلد وهو لحد ما اكتمل يعني خلاص جسده كاملا ثم أمر الملك فنفخ فيه الروح فنهق الحمار بإذن الله سبحانه وتعالى فأصبح جسدا حيا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا في قصة العزيرة حاجة عيبة جدا مر على قرية قرية كلها متضمرة وكل الناس اللي فيها حتى الدواب والحيوانات الكل ميت فبقل أنه يحيي هذه اللي وبعد نردها فباته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لمث بصر الشمس لأ الدنيا غربت وكان كوب ضروح وفي النهار كده قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى أول حاجة ربنا أحياء فيه عينيه علشان يشوف إحياء جسده كله ثم بدأ يقوله بص بقى للأكل بتاعك فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى لم يتغير وانظر إلى حمار قال أنه جعلك آية للناس سبحانك يا ربي بدأ الحمار بتكون هيكل عظم يكسى لحمه بعد انجلده وعصب ودمه وكل حاجة ثم نفخ فيه الملك الروح فنهق فعاد حيا كما كان سبحان الملك فالمولى عز وجل بيقوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير زي ما قلتنا حضرتكم دي القرية دي كانت قرية بيت المقدس التي خربها بغت نصر وقتل أهلها وهدم سقوفها وجدرانها فمر عليها العزير فرأى هذا المنظر المهيب فكان هذا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى المثال الرابع إحياء الطير لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وهل سيدنا إبراهيم كان عنده شك في قدرة الحق سبحانه وتعالى على إحياء الموتى كلا وإنما سيدنا إبراهيم كان يريد أن يباشر وأن يرى كيفية الإحياء أمام عينيه ليزداد يقينا وإيمانا يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين سيدنا إبراهيم لم يكن عنده شك حتى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لم يشك إبراهيم نحن حتى في رواية نحن أحق بالشك من إبراهيم وإبراهيم عليه السلام لم يشك وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم أجدا لم يشك صلوات ربي وسلام وعليهم أجمعين وإذ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحيي الموت ما قالوش ربي ربي اثبت لي أنك تحيي الموت خذوا بالكم النفظ ما قالوش اثبت لي أنك تحيي الموت إنما قالوه أرني أنا عايز بس أتفرج قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال خذ بالك بقى شوف بقى شوف سبحانك يا ربي شوف القيات مش الزال قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي تقال له طب خلاص هخليك تعمل تجربة عملية ومشانا اللي هاحيي الموت بقى بنفسي ده أنا هديك أنت القدردية تمام أو على الأقل مش عايز أقول قدردية أو أخليك أنت بنفسك اللي تمارس الموضوع دوت وأنا من عندي أحييي لك الموت تدولت قدام عينيك قال جل وعال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير خذ أربعة طير مختلفين مثلا وزة وفرخة وحمامة وبطة أي حاجة بختلفة عن بعضها يعني قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك خذهم كده ومسيقهم كده أوسيقهم تمام وبعدين اتباحهم وقطع جسمهم كل حتة في حتة الرجل في حتة والراس في حتة والريش في حتة وكل حاجة في حتة هم زيه فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزئة مسك بقى سيد نوريم الأربعة دباحهم وقعد يقطع فيهم إيه ريش في ناحية والكبد في ناحية والرجل في ناحية وده في ناحية وفرقهم كلهم رماهم كده بعطرهم فوق الجبال ثم دعوهن يأتينا كسعية فدعاهن سيدنا أبريم عليه السلام فحصل إيه بدأ الريش يتجمع مع الريش والجسم يتجمع مع بعضه والرجل دي تركب في دي ودي مع دي ودي مع دي لحد ما تكونت كل طائر لوحده ولكن بيلا رأس ليه لأن سيدنا أبريم احتفظ بالأربع رؤوس عنده وخلى كل الأجساد كلها فوق الجبل ثم دعوهن يأتينا كسعية جولوا ماشيين والرأس مش موجودة وهم عارفين هو فين بدلالة وهداية من الله سبحانه وتعالى لحد دم ما وصله يقفوا قدام سيدنا أبريم فبدأ يعمل حاجة كنوع من الحيلة على الطوير دي يحط مثلا رأس البطة في جسم الفرخة فترفض فيديها رأس الحمامة للبطة فترفض فلما يدي البطة رأس البطة تركب معها ولما يدي الوزة رأس الوزة تركب معها وهكذا فرآها مرة أخرى بعد أن ذبحت وقطعت ووزعت على رؤوس الجبال رآها حية أمام عينيه مرة أخرى قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قادر سبحانه وتعالى على كل شيء ده كان المثال الرابع الجميل على إحياء الموتى المثال الخامس إحياء أصحاب الكهف وإن كان أصحاب الكهف ممتوش إمات بمعنى الموت وإنما أنامهم الله عز وجل وألقى عليهم النوم 309 سنة ليه 309 سنة قال لك هم 300 بالميلادي فلو حسبتهم بالهجري قد بالك يزيدوا سنة لأن فيه فرق بين أيام الميلادي وبين أيام الهجري فربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم قد بالك بقى 309 سنة فلما آموا قال جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلهم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوم أو بعض يوم نفس اللي حصل مع العزيرة حصل معهم إنهم ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم بس الثاني كم مات ألقى عليهم النوم الصبح فلما آموا آموا إمتى برضو المغربية كده كان عند غروب الشانس فازان ونهما يدب بس قعدوا للفترة دي كانوا نايمين وخلاص يعني ولكن ربنا قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة كانت آية عظمة جدا جدا من عند الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا عايشين في عهد ملك ظالم اسمه دقيانوس ودقيانوس دوت كان بيخلي الناس يعبدوا الأصنام من دون الله وكانوا يخليهم يعتقد أنه إله من دون الله الشباب دول على فكرة ودينا حاجة عجيبة كانوا من الشباب يعني همل كده ده كانوا الشباب من علية القوم يعني تقدر طول ولاد الوزراء والصفراء والناس الأغنياء اللي موجودون في البلد ومع ذلك لم يرضوا بالشرك والكفر اللي كان الأم عايش عليه فلما خرجوا في عيد كده لبعض أصنامهم عشان يعبدوا من دون الله إيه الشباب دولة اتجمعوا مع بعض كده وقالوا يعني إن قوامنا ليس على الحق تعالوا نعتزل ونعبد ربنا في أي مكان دخلوا الكهف وكان معهم أعزكم الله الكلب اللي مش معهم وفضل على باب الغار وذكر الكلب لصحبته لأهل الإيمان والصلاح فألقى الله عز وجل عليه من نوم تلتمية وتسعة سنة لحد ما مات الملك ده ومات كل الملوك الظلمة لمعدي وجي ملك مؤمن ورجل عادل ومحترم وطيب فربنا سبحانه وتعالى رد إليهم الروح في ذلك الوقت عشان يعيش وينعموا في عهد هذا الملك العادل وإن كان بمجرد ما الملك اتعرف عليهم وهم دخلوا الكهف دخلوا الكهف فناموا نومة فماتوا على إفرها لكن كانت آية عظيمة من آيات ربنا سبحانه وتعالى الحاجة السادسة والسبعة الأخيرة يعني السادسة أن ربنا سبحانه وتعالى كان يحيي بعض الموتة على هد سيدنا عيسى كمعجزة من معجزات سيدنا عيسى كلكم تعلموا أن سيدنا عيسى كان يبرق الأكمة والأبرس وكان يحيي الموتة بإذن الله لأن ما فيش حد في الدنيا عنده قدرة على إحياء الموت إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة من عند الله سبحانه وتعالى فكان سيدنا عيسى أحيانا يأتي إليه رجل فيعرض عليه الإيمان فيقول له مثلا لن أؤمن لك حتى يعني تحيي ولدي ابني ده ابني الوحيد وغالي عندي وتحييه لي فكان سيدنا عيسى كان يستأذن ربه عز وجل فكان ربنا يعطيه القدرة ويأذن له في أن يحيي هذا الميت من أجل إيمان هذا الرجل وهكذا فكان سيدنا عيسى من ضمن آيات والمعجزات اللي ربنا أيده بيها عليه الصلاة والسلام إن ربنا كان بيعطيه قدرته قدرة عجيبة جدا على إحياء الموت وأحيى سيدنا عيسى عدد كبير جدا من الناس وكان سبب إيمان الأسر بتاعتهم أو أهلهم وكل ده كان بإذن من الله سبحانه وتعالى وبقدرة من الخالق سبحانه وتعالى رقم سبع الأخرانين الذين فروا من ديارهم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خلفين من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياءهم وبرضو ثم تفدي التعقيب مع التراخي لأن أحياءهم بعد ثمانة أيام هتشوف القصة دلوقتي إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرهم إيه حكاية الناس ديت حكاية الناس ديت أنهم كانوا سبعين ألف واحد من بني إسرائيل والحقيقة طبعا بني إسرائيل كان فيها العجائب كلها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كانوا سبعين ألف واحد والملك بتاعهم دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله فجابنوا وخافوا من الموت فهربوا فألقى الله عز وجل عليهم الموت فماتوا جميعا ثم أحياهم بعد ثمانة أيام لعلهم يشكرون الله عز وجل السؤال اللي عايزه أسأله لحضرتكم يا طرى لو موتت دلوقتي ورجعت تاني هتعبد ربنا إزاي هاختم بس بالكصة الصغيرة دي سيدنا الحسن البصري في يوم بالإيام لقى واحد على معصية وما بيطع الشرب بنا مش عايز يصلي فماشي معاه فلقى جنازة معدي قال له أرأيت لو أن الله أحيي هذا الميت الآن يا طرى ماذا سيصنع قال له سيكون من أحسن الناس صلاة وعبادة وصلة للرحم وبرن الوالدين قال له فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت وإلا هو لازم أموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما طرقت فيتقل كلا إنها كلمة هم أقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تعالوا النهاردة نتخيل إن إحنا متنا وربنا أحيانا دلوقتي تعالوا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا وانتوب إلى الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته